موسيقى الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن قصتي مع الرجين وازاي نجحت في اني انزل وزني فترة معينة للوزن اللي انا حابب اوصله بس مش ملاحظين فيه حاجة هنا اتكلمنا عنها مهمة ان انا حطيت ايه لنفسي حطيت ايه هدف وخططت عشان اوصل الهدف ده وبعد كده جات مرحلة التحفيز اللي احنا بنتكلم عنها فحلقاتنا المرة دي وهي حرف الام من دبيم الحرف الاخير وهو اللي بيتكلم على التحفيز السؤال هنا انا ممكن احفز اي شخص عشان بعرف اتكلم كويس عندي ملكة استثارة مشاعره انه يوصل لحاجة معينة ولا هو الاول لازم يكون عنده هدف وحاطت خطة للوصول للهدف ده وبعد كده اقدر احفزه متهيأة للاجابة واضحة بدون ما يكون عندك هدف واضح وخطة انت ماشي عليها عشان توصل للهدف ده ايه التحفيز يعني ما ينفعش ااجي لطالب مش عارف هو جاي المدرسة ليه ولا عارف هم بيدولوا المواد دي عشان يذكرها ليه وحس انه ده عقاب من ابوه وامه بيبعتوه عشان يرتاحوا من تعب من لعبه وتنطيته في البيت وتوقع انه ممكن انا كمدرس ليه احفزه انه يوصل وينجح اذا كان هو النجاح اصلا مش هدف عنده هي دي النقطة اللي لازم كلنا نحطها في دماغنا انه عمر التحفيز ما هينجح لشخص ما عندوش الهدف اللي انت بتحفزه عليه انا بحفز ابني عشان يخش كلية الطب وابني اصلا مش هدفه ان يخش كلية الطب يبقى تحفيزي هيجيب نتيجة معنا حطينا الهدف هندخل كلية الطب عملنا مخطط هناخد المواد وهندرس بالدرجة الفلانية وهناخد درجاتنا معدلاتها هتبقى قد كذا هنعمل كذا في مرحلة قولة ثانوي تانية ثانوي تالتة ثانوي لحد ما نوصل لهدفنا ونوصل لكلية الطب مين اللي خطط؟ انا مين اللي حط الهدف؟ انا هل ابني بيشاركني في الهدف ده؟ لما هنوصل في نص السنة ان ابني بتدى يتعب هبتدي احفز وتحفيز ايجابي وتحفيز سلبي وتحفيز مادي وتحفيز معناوي هعمل كل اساليب التحفيز معا وده كتير بيجيوا يسألوني في جلسات الكوتشنج يقولولي التحفيز مع ولادنا مش جايب نتيجة هقولهم ببساطة وسؤال بسيط هل ابنك بيشاركك نفس الهدف اللي انت بتحفزه عشانه؟ لو لم نشترك في نفس الهدف لا هيبقى هنقدر نعمله تحفيز خارجي ولا تحفيز ذاتي مش هنقدر لانه انا بوجهه في اتجاه وهو عايز يروح اتجاه تاني فيه قوة معاكسة جواه عايزة توديه نفتكر دايما انه عشان نقدر نحفز حد لازم يبقى عنده هدف وخطة لتحقيق الهدف ده ويكون مؤمن بهدفه فيقدر بالتحفيز يوصل لهدفه لو تعب في المص ودايما بنقول خلي طاقة التحفيز جواك زي بار التوازن وغير ادراكك تتغير حياتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر